خلينا نعرف أكتر عن الموضوع ده معنا على التلفون دكتور مجدي نازيه خبير التصقيف والإعلام الغذائي أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك يا أستاذة أهلا بيك من عور أنت بسلام يا فتح دكتور هل فعلا نقع بعض الأنواع الأكل ده أفيد لينا؟ مظبوط خصوصا الأنواع اللي هي البقول ذات القشرة زي الفول وزي العدس بجبة وزي الخمص واللبيا الناشفة والفضولية البيضة والترمس وهكذا لأن هذه البقول ذات القشرة القشرة بيكون فيها حامد اسمه فايتك أسد أو حامد الفايتك هذا الحامد معيق لامتصاد عنصر الحديد وعشان كده نجاد التوصيات بنقع هذه البقول ذات القشرة ولكن وفق جدوى المعين فالقول المدمس محتاجة يتنقع 12 ساعة وبعدها نستغنع النقع الفطولية البيضة 6 ساعات اللوبيا 3 ساعات الحمص ساعة ونصر العدس بجبة البلدي نصر ساعة المستورة 2 ساعة وقبل مرمي المياه تبع للموعيد والجدوى اللي أنا قلته أبص فيها وحط إيدي وحركت مية ألاقيها تعمل رغاوي بيضة الرغاوي دي هي مادة حامد الفايتك قبل مرميها عشان أتأكد أننا تخلصت من هذه المادة وعشان كده بنقول للمستهلك من فضلك قنن على قد ما تقتر يعني قلل قدر استطاعتك من تناول الفول تجاريا من الشارع لأن على المستوى التجاري الفول مش ما بيتنقاش هو ما بيتغسلش وعشان كده بدعوا معظم المستهلكين إلى عادة إعادة تدميس الفول جوه المنزل زي الأول زي زمان وقد يعزى ارتفاع مستوى الأنميا واللي بقت شكوة معظم الناس خاصة السيدات عندي الأنميا كتير شعري بيقع ما الدنيا بتلف بي بدوخ صداع زخلال نهجان قد يعزى ارتفاع هذه النسبة إلى تناول الفول من الشارع بالإضافة للأصناف الأخرى تمامي دكتور طيب إمتى يكون يعني نقع الطعام أو نقع الأكل قبل طبخه مضر مش مفيد في حالة إن أنا هنقع الأغذية اللي ممكن تبوش مني أو ارتفاع مستوى المية فيها يضرني زي الرزة أما نقعه وقت طويل لا الرزة يتغسل بس ما يتنقعش يعني يتغسل وبسرعة أرتفاع في ميته عشان ما اخترش جرعة النشة اللي موجودة فيه بعض أنواع الخضروات بيبقى شيء رائع إن أنا نقعها لوقت محدود زي على سبيل المثال الخضروات الورقية التي تؤكل طاردة زي البقدونس والجرجير والفجل والبطل والخص وكده بالضبط كده تتنقع وقت قليل جدا ليه لكي تستعيد حيويتها إنما أغالي في وقت النقع هيحصل شبه تحلل أو زي ما بنقول بلغة رجل الشارع هاتمه مطميني الحاجة التانية موضوع النقع بس أنا هستبدل سؤال حضرتك بموضوع السلق والإغناء المية بتاعته لأن فيه كتير من السيدات أو اللي بيعد القعام بيسلق الخضروات كلها علشان يعمل ما يسمى خضار تتيل يوم بيسلق الخضار في كمية مية كبيرة وطبعا بيرمي هذه المية يسلق الجزر لوحده ويرمو ميته ويسلق البلسلة لوحده ويرمو ميته الفاصوليا الكوسة ده 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 كل ده أنا باختر كمية كبيرة جدا من بعض العناصر المعدنية أهمها البوتانسيوم ولذلك باجي أقول لست البيت أو للقائم بالإعداد بالطيب في حالة إن حضرتك أو حضرتك عايز تعمل خضار سوتية أو تشكيل الخضروات متلوقة أيوة من فضلك الأول أسلق الخضار اللي بياخد وقت طويل في نطبه أسلقه الأول وبعدين هنشله وليكن البتلة وبعدين أنشلها بمقصوصة عارفوا عذيك المقصوصة ليه كفر مخرمه مزبوط وانشلها واتيه بالمية وحط الخضار اللي بعدها في نفس المية في نفس المية تمام وليكن الجزر أتلق أقوم شايله وحطت البطاطس أطعم وكعبات أتلقت أشلها وأحط في الحالة دي أنا تلقت الكل وما استغنيتش على المية وابتدت المية تقصر تقصر وحجمها يقل بحيث إنها هتوصل لمستوى أقدر أنا بعدي أحط عليه معلاء الزيت نظيفة عصير لامونتين شوية ملح بشوية فلفل ثومة وخماتت فصوص ثوم أدقهم وحطهم فيها واعتبر إن دا دريسينج أرش وعلى الخضروات المسلوقة أبقى أنا كده استفدت بكل ما فيه وما استغنيتش عن المعادن الرائعة اللي دابت بالمية اللي نزلت من الخضار عظيم يا دكتور طيب أما علشك كنت برضو عايز أسأل حضرتك الناس كتير بتحب فكرة التخزين تخزين الطعام سواء بقى خضار أو فواكه علشان خاطر تبقى موجودة يعني التعام اللي يبقى موجود في موسم معين ما بيبقاش موجود في موسم تاني عشان يبقى موجود معهم طول السنة هل دا صح ولا غلط وإيه هي طريقة التخزين لو هو صح إيه طريقة التخزين السليمة اللي تقدر سهد البيت تتبعها علشان خاطر برضو ما تتأذيش هي من أولاد هو سؤال رائع أشكر حضرك عليه هو سلوك جيد جدا ولكن وزن لمت طايم يعني ما ينفعش أجيب المنجا وإحنا في الموسم بتاعها وخزنها لحد الشتر حيا دا غلط إنما إنما غزائيا ماكوش مشكلة لأن أنا بقدر أخز بخزن دي شهرين والثلاث إنما صحيا أو تغزويا عايز أقول إن المكونات الداخلة في الفواكه أو الخضروات إلا الله القدير وجدها فصل الصيف مناسبة لنا صيفا ولا تناسبنا شتاءا وإلا ربنا كان طلعها في الشاسة يعني هي مناسبة لإحتياجاتنا الجسدية إحنا نفسنا في وقتها في وقتها يبقى إيزان أنا لو خزنت عندي لحد شهرين ثلاث شهور طيب أما جاء خزن كل حاجة لي موسط تخزنها الفواكه لو أنا خزنتها في الفريزر على وضعها هطلعها هطلعها بعد كده هلقها مطة دايبة ولذلك معظم الفواكه بتخزن في صورة معصورة بحيث دايب أهي لو جمت تجد فكت هي كده كده أصلا ليكويد ما هي صولد فمش فرقة معايا الخضروات زي على سبيل المثال الطماطم الطماطم تتخزن عطير برضو يا أستاذة أما البامية البسلة الكوسة الأرنبيض الجزر وهكذا بيتقطع حيثة سويرا بعد ما بيتغسل مش قبل يعني الجزراية أقشرها وهي صحيحة وبأشرها بالمأشرة البطاطاية أشر بالمأشرة وبامية كنت قبل وهي صحيحة بعدها بتتغسل الأول بتتغسل بعدها الأول بتتأشر بعدها بتتشطب بعدها بتتقطع على الأحجام القابلة للتخزين وبعدها بسقطها في مية بتغلي لمدة واحد دقيقة يعني دقيقة ثانية دقيقة واحدة بس فضلي لا دقيقة واحدة بس زي أزاع ورا حضرتك ما بتقول آه آه فضلي وبعد دقيقة دية اللي في مية بتغلي بسرعة أطلعها أو أحطها أفمية فيها كم ألف تلب يعني بعمل لها تبريد مفتل